شهدت الأيام التي أعقبت الانتخابات العراقية الكثير من التطورات التي كان لها الأثر الكبير في خط الأوراق وإعادة حل الخلافات بين الأطراف الفائزة والخاسرة إلى الواجهة حيث فاجأ رجل الدين مقتدى الصدر الشارع العراقي بإعلان تحالف انتخابي لتشكيل الحكومة الجديدة وفي هذا الإطار كشف القيادي في اتلاف دولة القانون محمد العقالي لوسائل إعلامية أن دولة القانون موجودة داخل التحالف الوطني بصيغته الجديدة وهي المرتكز الأساس فيه وإن تحالف سائرون هم من كانوا خارج هذا التحالف على حد وصفه وعز العقالي العودة إلى التحالفات السابقة بصيغ جديدة لوصول أغلب الكتل السياسية إلى نهايات غير قابلة للتحالفات مع بعضها البعض واستدام التفاهمات بعدة حواجز موضحا أن المحاولات لإقناع سائرون بالعودة إلى التحالف الوطني بصيغته الجديدة يبدو أنها نجحت في ذلك إلى ذلك تابع أن الأمر الواقع فرض على جميع الكتل الفائزة العودة بخطوة إلى الوراء وباتجاه المرتكزات التي بنيت عليها العملية السياسية في العراق وهي تحالف كردي وتحالف سني وتحالف شيعي قبل الذهاب إلى المفاوضات ولكن هذه المرة بشكل براغماتي أكبر وجاء التحالف الصدر والفتح بعيدا عن تحالف النصر بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي اقترب كثيرا من تحالف سائرون خلال الأيام الماضية حيث أعلن الصدر في أكثر من مناسبة دعمه للعبادي بشروط وسط تسريبات عن رفض العبادي تلك الشروط وفي السياق نفسه اعتبر رئيس حكومة إقليم كردستان نيجرفان بارزاني أن التحالف بين اتلافي سائرون والفتح خطوة إيجابية وبأنهم لا يريدون أن يصبحوا جزءا من أي تحالفات مستدركا أن هذه الأوضاع لا يمكن حلها بتشكيل تحالف بين قائمتين لوحدهما لذا يجب تشكيل تحالف موسع وشامل بين الأطراف موسيقى